أولا أكيد التركيز لازم يكون عالي جدا جدا ولما بقول التركيز يكون عالي جدا لازم أحط جنبها شيء مهم قوي إن التركيز ده لازم يصحبه جزء كبير من الهدوء مركز كويس قوي مركز بشكل كبير لكن كمان بهدوء مفيش توطر مفيش توطر علشان التوتر ده حينقلك من جزء التركيز العالي لجزء بلغة الكرة كده الصربعة والتصرع ويتقلب لخوف إحنا بنحترم أكيد المنتخب السنغالي ده شيء مفروغ منه لكن كمان إحنا كمنتخب اللعيبة اللي قدام حضراتكو كلها لعيبة كبيرة وأثبته ده من خلال بطولة أمم أفريقيا اللي فات المطلوب من الصورة اللي حضراتكو شايفينها دي اللمة اللمة وبتكلم عن اللمة في التسعين ديئة اللي هي الروح الإصرار العزيمة اللي كل الناس بتساعد بعضها جوه الملعب شوفنا الكلام دوت في بطولة أمم أفريقيا اللي فاتت مش من بعيد يعني الروح اللي إن شاء الله بإذن الله تكون موجودة بكرة مش هتكلم على فنيات مش هتكلم على أمور فنية الجهاز الفني هو على درايا لكن بتكلم على نقطة مهمة جدا المباريات التاريخية الماصرية هو اللي بيحددها اللعيب اللعيبة اللي جوه الملعب اللي بتحدد هذه المباريات آه في دور مهم جدا للمدير الفني لكن اللعيبة عليها الجزء الأكبر عليها الجزء الأكبر إنها زي ما بقول لحضراتكم احترام ولكن مش احترام زائد إحنا بنحترم المنافس بشكل كبير لكن كمان إحنا منتخب مصر منتخب السنغالي منتخب قوي جدا منتخب كبير كل المنتخب اللعبتوا بيلعبوا في أكبر الأنديات الأوروبية على عيني وراس كل ده بنعمله حساب بنحترمه لكن ما بنخافش فيه فرق بإنك تحترم المنافس وإنك تخاف من المنافس إن شاء الله الروح العالية تكون موجودة بكرة زي ما بقول لحضراتكم ده مطلوب جدا عملية التركيز الكبيرة جدا ولكن بهدوء وبتكلم على جزء الهدوء ولازم الهدوء يكون كمان جوة المستطيل الأخضر عدم الصربعة والاستعجال الفوز ده كمان شيء مهم جدا أنت بتلعب تسعين ديئة وعندك كمان تسعين ديئة كمان تسنغال فمش آه ياريت كل يعني ياريت وكلنا نحب إن احنا أول ربع ساعة نجيب جول أول تلت ساعة نجيب جول ده حيساعدك كتير لكن إنك تتأخر شوية في التهديف ما يخلكش تستعجل ما يخلكش تتوتر جوة الملعب أنت بتلعب تسعين ديئة إن شاء الله تجيب جول الفوز في ديئة تسعين فده وارد جدا وده لازم يكون اللعيبة بتفكر فيه أنت بتلعب مباراة مصرية مباراة من مرحلتين المرحلة الأولى بكرة إن شاء الله المرحلة التانية هتكون في السنغال يوم الثلاث وبالتالي نصيحة للعيبة ركز كويس قوي اه احترم الخصم كويس قوي لكن ما تخافش النقطة التانية استعيدوا روح وإصرار وعزيمة بطولة أمم أفريقيا اللي شفناها من فترة قليلة بتكلم في النقطة دي مهمة جدا ليه لأن وارد جدا تكون الفروقات الفنية في بعض الأفراد ممكن تكون لصالح المنتخب السنغال اللي بيعود هذه الفروقات الفنية هي الروح القتلية الإصرار العزيمة الالتحامات الصنائية لازم منتخب السنغال يحس إنه هو أول ما ينزل أرض ملعب استاد القاهرة يحس النهاردة مش يومه والرسالة دي لازم كل لعبة منتخب مصر توصل للرسالة دي من أول خمس داي من أول عشر داي في كل كرة مشترقة ما بين اللعيب المصر واللعيب السنغالي اللعيب السنغالي لازم يحس لا النهاردة يوم صعب النهاردة يوم عصيب أمام المنتخب المصري الكرات المشترقة لازم إن شاء الله بإذن الله إحنا اللي نفوز بيها الكرة التانية لازم إحنا اللي نفوز بيها الضغط إحنا اللي نعمله الاستحواز إحنا اللي نعمله كل دا بتكلم من خلال روح قتلية عالية جدا جدا لغاية دلوقتي ما كلمتش في نواحة فنية نواحة فنية هنتكلم عليها وكل الناس بتتكلم عليها لكن الأهم واللي أنا شفت من خلال ما سرتي مع منتخب مصر لخمستاشر سنة المباريات اللي زيادات محتاجة هذا النوع من التركيز التركيز وافتكر مبارات قبل مبارات هولندا في كاس العالم تسعين الواحد كان بيفكر إزاي قبل مبارات الجزائر تسعة وثمانين للوصول لكاس العالم الواحد كان عايش الليلة دي إزاي فده الإحساس اللي بنقله للعيبة بتحترم المنافس لكن ما تخافش ولازم تفكر إيجابي